أهلا وسهلا ومرحبا لكم في قناة المشاهد تيفي حلقتنا اليوم عن مسلمي الصين أو تركستان الشرقية ومعاناتهم اليومية يعيش مسلمي الإيغور في معانات لا تنتهي فقد خاض مسلمو الإيغور مجموعة من التوارات بعضها نال حظا من النجاح وبعضها الثاني مآله الفجل والإخفاق أن تكون مسلما صينيا هذا أمر عادي لكن أن تكون من مسلمي الإيغور فهذا أمر ثاني وتاريخيا انتقل الإسلام إلى غرب الصين في أواخر القرن السابع الميلادي عبر البعادات الدينية والفتوحات الإسلامية لتتأسس قاعدة جديدة للإسلام سميت بتركستان الشرقية وظل هذا الإقليم جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي إلى حين غزوه من طرف الصين عبر مرحلتين المرحلة الأولى سنة 1759 والمرحلة الثانية سنة 1876 قاد مسلم تركستان الشرقية عدة ثورات مسلحة لنيل استقلالهم أخفقت بعضها ونجحت بعضها في إقامة دولة مستقلة ما بين ثورتي 1933 و 1944 ومع قيام جمهورية الصين الشعبية سنة 1949 أصبحت تركستان الشرقية جزءا من أراضي الصين وأضلق عليها رسميا اسم جينجيانج ولا زالت معاناة مسلمي الإيغور مستمرة عبر التنكيل والحرماني من حقوقهم الأساسية وتهجيرهم في سبيل القضاء على توراتهم إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة وأسعر الله مساءكم وإلى اللقاء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا فلاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جم ترجمة نانسي قنقر